في الملف الروسي الأوكراني تعهد رئيس الأوكراني فلاديمير زالنسكي بعدم توقف القتال الذي تخوضه قوات بلاده لاستعادة أراضيها يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه كياذا إن قواتها عبرت نهرا رئيسيا مما يمهد الطريقة لهجوم على القوات الروسية في منطقة دونباس شرقية البلاد تطورات متلاحقة تشهدها الأوضاع الميدانية في الأزمة الروسية الأوكرانية مع مواصلة قوات كييف التوغل شرقا في الأراضي التي انسحبت منها روسيا مؤخرا هذه التطورات تمهد الطريقة لهجوم محتمل من القوات الأوكرانية على نظيرتها الروسية في منطقة دونباس مع سعي كييف للحصول على مزيد من الأسدحة الغربية بالإضافة إلى تعهد الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينيسكي بعدم توقف القتال الذي تخوضه بلاده لاستعادة أراضيها عقدت اجتماعا جديدا في مقر القائد الأعلى لكوات المسلحة هناك أخبار مهمة من خط المواجهة نحن نعمل على استقرار الوضع ونبقي المواقع قوية جدا لدرجة أن الكوات الروسية تشعر بالذعر حقا لقد حذرنا الجنود الروس في أوكرانيا من خيارين فقط الفرار من أرضنا أو الاستسلام ولدى المتعاونين خيارات متمثلة وعبرت القوات الأوكرانية نهر أوسكيل مطلع الأسبوع الجاري والذي يتدفق جنوبا ليلتقي مع نهر سيفيريسكي دونتس الذي يمر عبر منطقة دونباس وهي الهدف الرئيسي للروس من جهتها أعلنت سلطات إقليم دونتسك مقتلى ثمانية عشر مدنيا بينهم طفلان جراء قصف أوكراني جديد على مدن وبلدات الإقليم وأضافت السلطات أن القذائف الأوكرانية استهدفت مناطق سكنية لا تضم أي مواقع عسكرية وأشارت أيضا إلى أن قوات كييف تكثف قصفها العشوائية على دونتسك في الآونة الأخيرة من جانبه قال الجيش البريطاني أن أسطول البحر الأسود الروسي نقل بعض غوصاته من ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم إلى جنوب روسيا وأشار إلى أن موسكو قد فقدت على الأرجح أربع طائرات مقاتلة على الأقل في أوكرانيا خلال الأيام العشر الأخيرة ليصل إجمالي الطائرات التي فقدتها إلى 55 طائرة منذ بدء العملية العسكرية أما وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون فقالت أن الحرب في أوكرانيا ما تزال طويلة وأن واشنطن ستواصل تقديم المساعدات التي تحتاجها كييف انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما وصفه ببهود الولايات المتحدة للحفاظ على هيمنتها العالمية وقال إن هذا الأمر محكوم عليه بالفشل وفي كلمة خلال تلقيه أورق اعتماد عدد من السفراء الأجانب في موسكو أوضح بوتين أن التطور نحو عالم متعدد الأقطاب يواجه مقاومة وأكد بوتين أن قرره بإرسال قوات إلى أوكرانيا جاء ردا على تعدي الغربي على المصالح الأمنية الروسية الحيوية كما أضف بوتين أن الأسلحة الروسية تظهر فعالية كبيرة في أوكرانيا وأن بلاده بحاجة لتعزيز قدرة صناعة الأسلحة لديها أكد رئيس مجلس الدوم الروسي أن البرلمان أقر قانونا يشدد العقوبات على الجرائم إذا تم إعلان تعبئة العسكرية العامة ومن جانبه قال المتحدث باسم الكراملين ديمتري بسكوف إن فكرة التعبئة الذاتية التي اقترحها رئيس الشيشان رمضان قاديروف يجب أن تقيمها وزارة الدفاع الروسية هذا قد تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية ليسرس بزيادة الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا وقالت ترعس إن الانتصارات المسجلة في أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة هي مصدر إلهام مؤشرة إلى نجاح القوات الأوكرانية في استعادة بعض المناطق من سيطرة روسيا هذا وتوجهت تاليستراس إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أول زيارة خارجية لها بعد توليها لمنصبها اعتمد المجلس الأوروبي قرارا بتقديم خمسة مليارات تأيير في أثار المساعدات المالية الكلية الإضافية لأوكرانيا وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وافقوا في التاسع من سبتمبر الجاري على دعم هذه المساعدة الإضافية لأوكرانيا في اجتماع غير رسمي انعقد في براج وأشر البيان إلى أنه تم اليوم اعتماد هذه المساعدة رسميا بعد استكمال الخطوات اللازمة في غدون أحد عشر يوما فقط طالب وزير الخارجية المجرية بيتر سيارتوى للتحاد الأوروبي بعدم التفكير في فرض عقوبات دديدة على روسيا وأشار وزير الخارجية المجرية إلى أن فرض العقوبات الجديدة لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة إمدادات الطاقة والحاق الدرار بأوروبا أضف كذلك أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التوقف عن ذكر حزمة سامنة من العقوبات وأكذا أتوقف عن اتخاذ إجراءات ضعيفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر